جميل وجهود التحديث والتطوير الذي شهدته مختلف القطاعات في المحافظة صنعاء كرمت النقبة العامة للمهن التعليمية والتربوية فرع المحافظة الشيخ نعمان صالح دويد بدرع الوفاء تقديرا لمقدمه من جهود جبارة وإسهامة إيجابية في خدمة وتطوير الجانب التعليمي والتربوي في المحافظة أتينا في هذا اليوم لزيارة هذه القامة السامقة في سماع الوطن التي لمست تربويين كل حب وتقدير لهذا الرجل لما قام به في تنمية المحافظة وتطوير العملية التعليمية كرم التكريم ليس تكريما عاديا وإنما تكريما من جميع التربويين المثلين للمحافظة صنعاء ووفاء لما كان لما قام به من أعمال في محافظة صنعاء ولما كان به من معاملة مع جميع التربويين جميع الشرائح تربويين مديريات محافظة صنعاء في مناسبة زيارتهم للشيخ دويد جددوا استنكارهم لجريمة مسجد دار الرئاسة الإرهابية التي استهدفت الرئيس علي عبدالله صالح وكبار قيادة الدولة ومن بينهم الشيخ نعمان دويد مطالبين أجهزة القضاء سرعة تحريك ملف الجريمة وصولا إلى محاكمة المتورطين فيها ليكونوا عبرة لغيرهم نطالب القضاء بسرعة إحالة الجناه الذين قاموا بالعمل الإرهابي والإجرامي في جامع النهدين نطالب بإحالة من القضاء ولازلنا واثقين تمام الثقة بعدالة القضاء اليمني نطالب من المشير عبدالرب منصور هادي ودولة الوفاق بيتقديم الجناه لمن قاموا بالموقف الإرهابي والغادر لجامع النهدين للعدالة ولا يزال ملف أبشع جرائم العصر ممثلة بتفجير مسجد دار الرئاسة مفتوحا فيما إجراءته معطلة والمتهمون فيها طلاقا بعد الإفراج عن المضبوطين منهم لكأنها دعوة صريحة للإرهاب وشريعة الغاب مختار الخطيب اليمن اليوم سنوات